تاريخ مشروع عطايا وأبرز أهدافه معرض عطايا بدأ سنة 2012 بتوجيه من سمو شيخ الشمسة بن تحمدان النهيان هي مساعد رئيس الهيئة للشؤون السائية بدأت الفكرة أن نظم معرض في إمارة بوظبي يستضيف في عالم عارضي محليين ودوليين وتم اختيارهم عن طريق لجنة عطايا وريع هذا المعرض بالكامل يعود لدعم مشاريع الإنسانية سواء محلية أو دولية تدعم التعليم تدعم الصحة أو البنية التحتية حيث أن الإرادات بالكامل سواء تذاكر الدخول أو أجارات المحلات أو مبالغ الرعاية من المؤسسات الحكومية بالكامل تدخل في بناء أو تأسيس هذا المشروع الخيري معرض ثاني من الطراز الأول أنزلين لو نتكلم أكثر عن مساهمات التي حققها هذا المشروع مشروع عطايا من سنة 2012 نفذ لنا الآن 12 مشروع ما شاء الله في 15 دولة يعني يعني ثلاثة وثلاثة مشروع بالضبط يعني اللي نفذناهن في خلال هذه السنوات كاملة في 15 دولة منها بناء ست مدارس في ست دول مختلفة بناء ست مراكز للفشل الكروي واحد منهم تخصص بالأطفال في كذة أو لبعد بناء مستشفى أربيل للأم والطفولة نعم بناء قرية دالي كامبة وخلال فترة كورونا تم توجيه الإرادة لدعم التعليم في مجال الصحة يعني توفير التعليم لأكثر من ثلاثمائة ممرضة محلياً وفي دول أخرى بعد حسب الحاجة اللي صارت ونقص في الكوادر الطبية في هذه الفترة نعم كذلك قيد الإنشاء حالياً مستشفى في الشارجة بيكون يوفر علاج اللي يدوي الدخل المحدود واللي التأمين أو ما يغطي كامل العلاج إن شاء الله نعم